إن كان للضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران من أثر فإنه لم يكن في ساحة معارك بل في ملعب السياسة أعادت الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل الودة المفقود بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعادت معه الدعم الغربية لإسرائيل الذي كانت قد استنفذته بسبب حربها على غزة وسقوط الآلاف من المدنيين جراء المعارك منذ البداية شركت واشنطن إسرائيل المعلومات والتفاصيل عن ضربة إيرانية محتملة وخلال الهجوم شركت الولايات المتحدة وتحالف ضم دولا أخرى في التصدي له وتمكنت مظلة الحماية هذا من إسقاط نحو 99% من المسيارات والصواريخ بعد ساعات من الهجوم تلقى نتنياهو أول اتصال من بايدن منذ أسابيع جدد بايدن خلال اتصاله التأكيد على دعم واشنطن لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ولإثناء نتنياهو عن الإقدام على الرد أو رد موسع أبلغه بايدن أن عليه اعتبار ما حدث انتصارا بإفشال هجوم إيران وتأكيد تفوق إسرائيل عسكريا ولمنع التصعيد أكد بايدن عدم مشاركة واشنطن في أي رد عسكريا على إيران وربما ترجمت تلك الرسائل في رد إسرائيل على إيران الذي جاء محدودا للغاية تماما مثل هجومها المؤشرات الأولية تستبعد ردا من إيران التي تجاهلت أعلاميا وقوع أي عمل عسكريا إسرائيليا ضدها وسمحت الضربات الأقرب للاستعراضية بين إيران وإسرائيل بصيغة يمكن لكل طرف فيها الدعاء الرابع فلإيران أن تزعم أنها نفذت أول عمل عسكريا لها على الإطلاق في عمق إسرائيل ولإسرائيل ولنتنياهو خصوصا فقد جاءت التطورات كما لو كانت حبل إنقاذ له من علاقة متوترة مع الحليف الأكبر واشنطن ومن حرب بلا نتائج حاسمة في غزة ترجمة نانسي قنقر